اختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي زيارته الأولى للمحافظات المحررة والتي كانت مدينة المكلة بداية لها في مرحلة تشهد فيها البلاد معتركا سياسيا ومسارا اقتصاديا مترهلا وسط احتقان شعبي ضد الحكومة في الجنوبة وضبابية مسار السلامة المزيد في هذا التقرير الذي أعده الزملاء من غرفة الأخبار في حضور لافت ونادر للرئاسة اليمنية في حضرموت والتي تتزامن مع حراك سياسي تترهل فيه أدوار مؤسسته الرئاسة والحكومة أمام واقع مأسوف عليه خلف انهيارا اقتصاديا ورقودا سياسيا وعسكريا تجاه أزمات البلاد ليأتي الحراك الحضرمي من الرياض كحالة انفراجة لأزماتها المرحلة دائما على حساب حياة المواطنين البائسة كما جرت العادة هي حالة هرب لرأس الدولة من الفشل إلى الاستغلال ومن الهزيمة إلى التمترس خلف صراخ اليمن الجماعي الذي لا يصمن ولا يقني من جوع فأفق متابعين تحاول الشرعية حماية آخر متارسها في وادي حضرموت عبر الهرولة خلف ما يعرف بمجلس حضرموت الوطني التي باركت انطلاقته ليس لأجل شيء سوى البحث عن شريعة ضاعت في بطون الجياع يستقبل رشاد العليم كرئيس لدولة غير موجودة ويفتتح مشاريعا تعكس حالة الفشل السياسي كما وينادي من داخل المقلة بشعارات اليمننة التي عفى عنها الزمن وتقابل تناقضاته بترحاب من قبل قادة مجلس حضرموت دون عكس حقيقي للزيارة على سوء الأوضاع المعيشية أو مستقبل الملفات العالقة كوضع وادي حضرموت والمرافق السيادية للمحافظة وتصدير النفط المتوقف وهي أحد تبعات الوحدة التي يدفع أبناء حضرموت ثمنها دون علاقة وكالعادة كان العليم قبل مغادرته المديحة لسلطة حضرموت وهي جل بضاعته وفي الوقت الذي يتضح فيه المشهد للمتابعين بصعوبة القضاء على الميليشيات الحوثية وضيع مستقبل الوحدة وتعظم الاستحقاق الجنوبي في السحة وضعف مؤسسات الدولة في اتقاذ أي إجراءات لتحقيق مسار السلام أو إصلاح المشكلات الاقتصادية والخدمية يرمي المجلس الحضرمي بالمحافظة في تحالف واضح للمواقف مع مؤسستي الرئاسة والأحزاب اليمنية خلف التناقضات التي لن تجني سوى الفشل والهزيمة قال رئيس حكومة المنصفة دكتور معين عبد الملك إنه يجب تغيير المفاهيم الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية ونظرتها إلى الدول التي تعيش صراعات داخلية وأن لا يضال المنطلق دائما هو الأزمة الإنسانية وتدخلات قصيرة المدى وأكد رئيس الوزراء في الجلسة الحوارية بمؤتمر لندن سنوي الذي ينظمه معهد شاثام هاوسة على أولوية التدخلات المنقذة للحياة وأهمية موازنة بين العمل الإغاثي والتدخلات التنموية واستعادة حركة التنمية والاستثمارات والبنى التحتية الأساسية لافتا إلى أنه لا يمكن الانتظار حتى تحقيق السلام في اليمن حتى يتم النظر لهذه الجوانب مشيرا إلى أنه ينبغي العمل عليها كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد هذا وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في المؤتمر بعد أيام من إصدافة لوعد روس الزبيدي في ذات المؤتمر وتحدثه عن مجريات الأوضاع في البلاد وما وصلت إليه القضية الجنوبية فيما يرى مراقبون أن الزيارة المتفرقة إلى العاصمة بريطانية لندن تقفي رسم خارطة الطريقة حول مستقبل الأزمة في اليمن وفي الجانب العسكري ظهر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الروكين صغير بن عزيزة في لقاء مع قيادات من المنطقة العسكرية الأولى أشيدوا بدور قوات تلك المنطقة الهاربة من جبهات القتال ضد الحوثيين وتحرير أراضيها منه وتركزت أشادة رئيس الأركانة على الأدوار التي تقوم بها قوات المنطقة العسكرية الأولى في الدفاع عن مشروع الوحدة اليمنية في وادي وصحراء حضر موت كما شدد رئيس الأركان على الاهتمام بالجاهزية البشرية والقتالية لمواجهة التحديات في موقف استفزازي نتجاه أبناء حضر موت المطالبين برحيل تلك القوات وتمكن أبناء المحافظة من حماية وتأمين أراضيهم هذا ويأتي اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة مأرب توترات عسكرية ومواجهات مسلحة بين أبناء القبائل وجماعة الإخوان التي تسيطر على أجزاء من المحافظة والذي كان من الواجب أن يصب اللقاء تجاه المجريات الحاصلة في مأرب والأحداث الدموية الكبيرة التي تحاول القيادة العسكرية اليمنية غضى الطرف عنها حسب ما يراه مراقبون وضمن تصعيدها العسكرية تواصل ميليشيا الحوث في تهديداتها الإرهابية ضد الأشقاء في دول التحالف ومحافظات الجنوب المحررة حيث قال منتح الشخصية وزير الدفاع لدى تلك الميليشيات لأن الخسارة في دول التحالف ستتضاعف بشكل كبير هذه المرة حسب تصريحه من على خطوط التماس مع الجنوب وتوهم ما يسمى بوزير دفاع جماعة الحوثي أن ميليشياتهم حققت نجاحات في صناعة السواريخ والطائرات المسيرة منذ سيطرتها على الشمال ووصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال التسريح في تهديد غير مباشر لاستعدادهم لخوض معركة قادمة ومفتوحة على كل المواقع زاعم في تهديده خلال زيارته خطوط التماس في جبهات قعطبة ودمت وجبن والحشة بالضالع بأن دول التحالف العربي لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بتحقيقه في اليمن هذا وتستمر ميليشي الحوثي في السيطرة على معظم محافظات الشمال دون أدنى مقاومة من القوات اليمنية التي تتصارع على البقاء في محافظات الجنوب وفرض مشروع اليمنن بالقوة على أبنائها دون التحرك نحو الشمال لتحريره